بسم الله والصلاة والسلام على رسول التلميحات من وزير التربية والتعليم عن المؤتمر الصحفي أخير في تلميحات عن المعاد والموضوع قرب جدا وكمان كلام جديد عن التشعيب بالنسبة لطلاب أولى وتانية سانة والامتحانات التجربية لطلاب أولى وتانية وتالتة سانة احتمال كبير هيتم تطبيقها على طلاب تانية وتالتة هنتعرف على التفاصيل مع بعض آخر قرارات وزارة التربية والتعليم من حيث رفع الغياب في الشهر الكريم شهر رمضان هل فعلا هيتم رفع الغياب ولا تخفيف اليوم الدراسي اتعرف مع بعض على التفاصيل تابعوا معايا بسوش تدعموني وتعملوا لايك للفيديو ولو دي أو ما تشوفني هاريت تشترك في القناة وتفعل زر الجلس مبدئيا كده أنا عارب بالنسبة لموضوع الغياب في عدد كبير منكم مش بيروح المدرسة أصلا وبعض المدارس مش بتلتزم أويه بموضوع الغياب لدرجة ان الطلاب بتروح والمدارسين بيقول لهم انتوا جايين تعملوا ايه حقيقي ده بيحصل في عدد قليل من المدارس دلوقتي بالنسبة لقرار رفع الغياب بسميا من وزار التربية والتعليم قالت ما فيش اي قرار بتعطيل الدراسة او رفع الغياب في شهر رمضان الكريم ولكن عايز اقول لكم حاجة في مقترح دلوقتي بتخفيف اليوم الدراسي هيتم تخفيفه بحيث ان لو مدرسة على فترتين تمشو 11.5 صباحا الفترة الاولى او الفترة التانية تمشو على الساعة 3 وده اعتقد هيكون قرار جميل جدا خاصة في شهر رمضان علشان فترة الصيام والطلاب هيكونوا تعبنين الله المستعان ويتم تطبيق المقترح ده فيه تصريح تاني مهم من وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات السنوية العامة خلي بالكو بيتكلم على تانية وتالتة سنوي هيكون فيه امتحانات على اجهزة التابلت الامتحانات ديت هتكون تدريبية يعني امتحانات من الاخر تدريبية للطلاب عشان تتدربوا عن نظام الجديد واحتمال كبير اشارة ان الامتحانات النهائية ممكن تكون من خلال التابلت لان ادلوقتي ما بقاش في موضوع ان السيستم يقع لاني مش بيعتمده على الشبكة بتاعة الانترنت هنلاقي على جريد الاخبار اليوم وزير التربية والتعليم بيقولك مفيش حاجة اسمها السيستم وقع لان احنا مش بنستخدم الانترنت من الاساس سوى في المدارس الخاصة فقط ونجحت بنسبة 95% وبيتكلم على تجربة اولى سنوي لموضوع التابلت استدام التابلت في الامتحانات اللي هو السنة دي طبعا بيقولون التجربة دي هي افضل ما تم في الامتحانات الالكترونية بكل المقاييس ولان احنا بنملك كل الاحصاءات الدقيقة لهذا التدريب بالنسبة للمؤتمر الصحفي وزير التربية والتعليم زي ما انتوا شايفين بيقول اعلان كافة التفاصيل بتاعت امتحانات السنوية العامة اولى وتانية وتالتة سنوي خلال ايام يعني الموضوع دلوقتي قرب جدا يعني تقريبا ان شاء الله اقل من اسبوع وزير التربية والتعليم هيعقد المؤتمر الصحفي وهنتعرف على التفاصيل نشوفوا الخبر الاهم معنا وهو بيتكلم على التشعيب الخبر ده زي ما انتوا شايفين هتلاقوا على اخبار اليوم بتاريخ الاربع 23 مارس بعد عيد الام اتاحة التشعيب لطلاب اولى سنوي تعرف على الاوراق المطلوبة اللي بالكو دلوقتي بعض المدارس اتاحة طلاب اولى سنوي اختيار الشعبة الادبية او العلمية واكدت ان التشعيب مستمر اللي هو علمي وادبي كلام ده بيبدأ من اولى سنوي علشان يتشعب في تانية سنوي المطلوب الرقم القومي للطالب واختيار الشعبة ورقم الهاتف المحمول وبالنسبة لتشعيب تالتة سنوي دلوقتي من مصادر بوزارة التربية والتعليم الموضوع قيد الدراسة هيتم الفصل فيه خلال ايام قليلة ان شاء الله والدكتور طرق شاوي بيأكد ان نسبة النجاح 100% في امتحاناتكو اللي هي كانت تجربية على التابلت بدون اي مشاكل في المدارس الحكومية وبعض الطلاب كانوا اشتاكوا من استخدام القلم في الكتابة على اجهزة التابلت ياريت تقولولي هل استخدام القلم كان سهل بالنسبة لكو ولا صعب على التابلت قال وزير التربية والتعليم ان احنا اختبرنا كتابة بالقلم والكيبورد وده جانب من اهداف التجربة الله المستعان واتوقع ان هيكون في مفاجآت كتيرة خلال المؤتمر الصحفي اللي هيكون خلال ايام قليلة ولا اي اندهاش وهنشوف ايه اللي هيحصل الله المستعان وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد